المجلس الأعلى للمرأة وخصوصا ما تعلق منها بما تم إدماجه في برنامج عمل الحكومة كما يأتي المنتدى لعرض طبيعة التوجهات القادمة الخطة الفترة المقبلة المتبقية منها مع إلقاء الضوء على جهود مؤسسات الدولة في إدارة محاور النموذج الوطني المسؤول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص وقياس الجهود الوطنية في مجال تقليص الفجوات على صعيد مشاركة المرأة وهو ما يعزز مركز البحرين كبيت خبرة في مجال التوازن بين الجنسين هذا وأكدت الأنصار حرص المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق مبدأ الشراكة في المؤسسوليات والمهام وفق التخصص النوعي للجهات في تنفيذ الخطة الوطنية وتحقيق مؤشراتها من خلال إدماج الخطة الوطنية في برامج عمل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وتحدثت سعادة الأمين العام عما ينهض به المجلس من مسؤوليات كآلية وطنية معنية بمتابعة تقدم المرأة البحرينية لافتة إلى أن المجلس يعمل على صناعة وإدارة المصادر المعرفية وتأسيس قواعد البيانات النوعية ويشرف على عملية إعداد ونشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمرأة وهو ما نتج عنه تأسيس مرصد نوعي لمؤشرات تقييس تنافسية المرأة محليا ودوليا واستهل المنتدى أعماله بعرض قدمته الشيخة دينا بنت راشد الخليفة مدير عام السياسات والتطوير في المجلس الأعلى للمرأة والسيد عز الدين خليل المؤيد مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس حول نتائج تقييم الخطة الاستراتيجية لعام 2013 إلى 2018 إضافة إلى أهم الإنجازات وخلاصة توجهات الخطة الاستراتيجية لعام 2019 إلى 2022 وقد خلص المنتدى لضرورة الاستمرار في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرانية في التنمية الوطنية من خلال مراجعة عدد من التشريعات ذات العلاقة بمحاول النموذج وتطوير بعض القرارات وكيفية الاستفادة من أدوات الرقابة والتقييم والنشر والقياس وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منها كالتقرير والمرصد الوطني للتوازن بين الجنسين وما يستدعيه ذلك من تفعيل حقيقي لتلك الأدوات لتكون مملكة البحرين مسؤولة عن قياس أوجه تقدم المرأة البحرينية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني كثير من الإنجازات ماشاء الله تبارك الله موجودة تحقيقت على أرض الواقع الأجمل أن نجد أن الطموح ما زال أعلى من ما تم تحقيقه وكذلك الأجمل أن نرى الجميع متحمس لوضع بصمته في هذا التطور مجتمعي حقيقا وليس تطور مؤسسي إنما تطور مجتمعي كامل مع هذه الإدارة العامة خلال الفترة الماضية قدرنا نشتغل يد بيد مع النجلس العلالة للمرأة في تطوير المحتوى فيما يخص البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بحيث أن نحن نكون مستجيبين للمتطلعات الموجودة في البرنامج نحن بصدد التعاون مع الشركة السراتيجية من النجلس العلالة للمرأة في تطوير هذه التعليمات وأكدنا على أمور قادمة مثل هل هي تتواكب مع المطلبات الدولية والتقارير الدولية أكدنا أن تكون فيه تقييم ذاتي في الجهات الحكومية يتأكدون من تحقيق ببدأ تكافأ الفرص وأيضاً بناء على اعتمار دولة البحرين للتقارير الدولي للتوازن من الجسين هذه الدور بيكون هاي الليجون أن تخدم أشراته وتضع أيضاً مبادرات وبرامج شكراً في التوصياته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة